نظرة سريعة جداً على الموسم اللي فات بما له وبما عليه والحقيقة أنه خلينا نتفق أنه في حاجات كتير جداً إيجابية ظهرت وخصوصاً مع وجود ربط تأمدية الموسم اللي فات يهمنا التأكيد عليها وزيادتها وفي حاجات برضو سلبية لابد أن إحنا نتفديها إذا كنا عايزين من بداية الموسم يكون عندنا موسم نجح خلينا كده ناخد إراية مفصلة إنجاز التعبير إراية دقيقة جداً لبدايات الموسم الجديد وإيه المنتظر منه سواء على مستوى القائمين على المسابقة أو الأندية اللي بتشارك فيها وخصوصاً مع وجود السنة دي عدد كبير من المديرين الفنيين الأجانب منهم اللي بيظهروا في الدولة المصري لأول مرة نتمنى في النهاية نشوف كرة حلوة نتمنى في النهاية نشوف منافسة شريفة ونتمنى في النهاية برضو الأهل يفوز بكل البطلات المحلية خلينا نطرح موضوعنا مع ناقدنا الرياضي أستاذ عصام شلتوت مستشار القاهرة 24 وضفنا النهاردة في أستاذ 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 عصام أهلا بيك أستاذ أحمد وكل جمهور النادي قبل ما أدخل معك في الموضوع كان عندي خبرين في الانترو بتاع الحلقة عن هلم وانت هأجلهم عشان أخدهم معك واسمع تعليق منك هم خبرين والسؤال الحقيقة الخبر الأولاني بيقول أنه ودي تصريحات طلعة من مسؤولين في ريال مادريد بيقولوا واتنشرت في بعض الصحف الأسبانية بالمناسبة بيقولوا أنه التعاقد مع إيرلينج هالند بقى هدف أساسي لريال مادريد ونتعرف أنه ريال كان داخل في الصفقة وكان مهتم بهالند بسوى فضل يروح المان سيتي لكن فيه بند في عقد إيرلينج هالند بيسمح له بالرحيل بعد سنتين ويدي الأولوية في عقده لريال مادريد ومن دلوقتي بدأ دارت الريال في تجهيز الأموال اللازمة للصفقة شوف العود بدقة زي معلش أن أنا يعني وقفت بقيت الكلام شوف العود بدقة زي يدي الحق فيه وإزاي والساعة كافة بعد سنتين نعلق على ده آه نعلق على ده الخبر الثاني برضو هو كابتن ميجي هي دقة العقود والوعود أي اللي ما فيهاش شفوي اللي ما فيهاش تيم إيسة قطل ولا قضة الفر نور قطع فيها ولا الراجل شالل فيه عشان يعمل شاي ولا واحد جيب توك توك فتأخر حاجات كده نتمنى أن تكون عدوى تنتقل للكرة المصرية الحقيقة اللي هي ملعقة الزنب لما تقول مصر في كل مناحي الحياة لازم تبقى فيه حاجات كبيرة قوي وبالتالي لما تقول الكرة المصرية تستحق الأفضل يعني عارف لو الكرة المصرية دي حاجة وحشة وعندنا أفضل إدارات في الدنيا ومش عارفين يعملوا من المنتج ده حاجة كما بلدان كتير ملقاش في الكرة يعني الهند مثلاً وهي دي برضو يعني دول وأمم كبرى يعني لكن لما يبقى عندك كل مناجم الخير وكل ما يمكن أن يكون جاهز لمجرد أن العاملين عليها يعملوا وفقط بجد واكتهد يبقى حرام صحيح الخبر الثاني هو تصريح لهذا بيقول أن محمد صلاح من أفضل اللاعبين اللي أنا لعبت في مواجهتهم وأنه بيقدم مستوى موزن وخصوصاً كمان أنه يعني تعرف مع بداية الموسم مع التواهج الشديد جداً لكابتن ماجد ده اللي جاهلنا من أفلام الكارتون وبقى هدفه وبقى بيسجل وبقى فيه مقارنة وبينه وبين صلاح تعرف الحاجات اللي يلبسوها دي تشوفه المستقبل اسمها ايه النستولوجيا ولا اسمها مهم يعني المنظارة اللي هتخليك تعيش في عالم تاني وكأن هلند كنت بكلمه مبارح بجد والله لأنه مبارح مثلاً وأنا بمر في الأقسام هشوف الناس عاملة ايه طبعاً الرياضة بتبقى شوية يعني غالية عندي يعني حيث البداية فلقيت عملين زعلانين الولاد صلاح مش توب فورم صلاح بعيد ايه ده هلند هيكسر الدنيا بتنهم بقى سستوب هنا حضراتكم صحفيين ازاي بترصده ده اصلاً هلند لو اتكلم والله هذا حدث لو اتكلم هيقول انه واحدة من أماني ان يحقق أرقام حمد صلاح واحدة من أماني ان يحقق أرقام سادي وماني واخرين يعني اقصد لكن خلينا فيه يعني نجم العرب والعروبة والعالم اجمع بأخلاقه كمان برا الكورة صحيح وبالتالي وكأني كنت على موعد ما هلند اللي يجيب على الشباب تحديد الرقم بتاع صلاح مزهل مزهل في كل البطولات والتور اللي عمله مزهل أكتر وقوفوا على رجليه من إيطاليا لإنجلترا لسويسرا يعني لا فين العيب يقدر يعمل ده نجم كل الألقاب اللي توافرت لليفربول بعد ما كانت ضانينة عليه 30 سنة بدون دوري يا عمي يعني اقول للناس ايه أكتر من انه أساطير ليفربول بس مش فاكر الأسماء عشان ما خرفش يعني مع الشباب فعلا الموسم الماضي مع بداية الكلام عن برشلونة عن أنه ممكن صلاح يبقى ريال بيبص عليه وأن ديها أخرى كبرى فيطلعوا اتنين من أساطير ريفربول يقولوله انت جات حطم أرقامنا عشان تمشي لا عارف زي ما واحد يحلف على واحد مرقين من هنا لا انت بقيت حاجة من الأجزاء الأكثر أهمية انت كينونة في المدينة والنادي حقيقي وده نقلوا بالمناسبة يعني المناسبة كم حقيقة كل المصريين اللي أنا عرفهم أنا ما يعني مزورتش ليفربول لكن ناس كتير جدا عرفهم راحوا ليفربول ورجعوا حكلنا بمجرد ما تدخل المدينة وتعرف أنه أو الناس هناك تعرف في أي مكان في الشارع في القتال في مطعم يعني في أي مكان يبتدوا يعرفوا أهل البلد أنك أنت مصري يبقى دايما الحديث معاك كأنهم يعرفوك من سنين طويلة جدا والكلام على أنه محمد صلاح فكرة السفير فكرة الممثل عارف الجنوة لو سألتك أنت مصري يعني هي هناك بقى في يعني في إنجلترا بقى يعني المحطة والمركز ومش بس ليفربول لو سألتك أنت مصري تقول ليها أقولك مو صلاح خلاص هي عرفت بهذا على اسمها أيضا الكبير مع الإنجليز طبعا صحيح وبالتالي لا يهدر الشباب أبدا مش بس قيمة صلاح لأنها لن تهدر إنما لازم يفكروا بالحداثة يعني وأنت بتخطب الشباب المفهوم يمكن هنا حقيقي وحابب قارن بين صلاح وهي مش مقارنة هي الحالتين متشابهتين وردود الأفعال وحدة وهي ردود الأفعال السؤالي لحضرتك عنها وكأن صلاح لما عود الناس إنه كل سنة يبقى ناجح وكل سنة يبقى متفوق وكل سنة يبقى هدف للدولة الإنجليزي أو بيحقق بطولة مع ليفربول وكأنه ده لو ما خصلش مرة وإنه يبقى صلاح فشل وإنه يبقى صلاح سيء ده بيحصل مع صلاح ومع جيد صلاح السبب فكرة إن الكينات النكحة لما تبقى معودة المنتمين ديها وعشاقها وجمعيرها على النجاح بالسمرار ويجي يحصل في سنة وده شيء وارد جدا وبيحصل في كل حتى في العالم مع أكبر ملتخبات ومع أكبر عندي والأشياء صعب جدا ما هو ليه بقى لأنه أنت هنا ممكن تربط بين موقف موسى صلاح والنادي الأهلي بقدم إحنا قاعدين كمان في حضرة شاشة النادي الأهلي وبالتالي مع حجم ما ينجز فلما يقع منك دوري واثنين تنسى تقول إن معاك بطولتين ما تكملوش اتناشر شهر يعني لو المواسم منتظمة كانوا هيحتاجوا 24 شهر موسمين لكن تاخد اتنين شامنزليج وتلعب خمسة من أصل ستة نهايات آخرهم طبعا يعني كل القبائل تجمعت علشان يعني خزاعة من جوه ومن بره أنا بقول لحضرتك ما فيش بقى كله وبالتالي أيضا تنقل النقلة دي وتنسى برونز كاس العالم اللي أنت روحت بيها ورجعت بيها وكأنك حافظت على اللقب في أقل تأدير ليه؟ لأنه اعتادوا من النادي الأهلي أنه الخطوة الأولى هي الدوري اللي هو على طول على طول على طول فده طبعا مش منطقي ومش بشري ومش إنساني يعني وبالتالي يمكن تعطش المصريين وده اللي بنقله لإقدارات الكرة في مصر حرام عليكم بقى الناس متعطشة لأنها عارفة أن إحنا جيناتنا جينات ناس نكحة جينات بن قدمين أسوياء ليه بتعملوا كده؟ وبالتالي الناس ناقصها الجزء ده إنها تفرح عندي سؤال بقى مرتبط بمازينجر الكرة الإنجليزية إيرلينج هالند دلوقتي ومرتبط بلعباتنا الصغيرين بس هتسمح ليروح لفصل بس قبل لفصل أقولك حاجة هالند ده على فكرة حتى الآن ده بقى شغل محترفين كلما رأى صلاح ثيزهب للفوز بتيشرت وصورة ده عالم الاحتراف صحيح نروح لفصل ونرجع نكمل كلام إحنا أتكلمنا على هالند كابتن ماجد زي ما ناس بتاعته تسميه يعني كابتن ماجد اللي ظهر في الدولة الإنجليزية بشكل أكثر من رائع السنة دي من واقع اهتمام ريال ونوقع تعليقه على صلاح وأنه واحد من أفضل النجوم وواحد من أفضل اللعبين اللي بيقدموا أداء مذهل كان ليا سؤال بقى عند ضيفي النهاردة في السادسة أستاذ عصام شلتوت متعلق بإيرلينج هالند في السنوات الأخيرة يمكن مش بهالند بس كمان هالند وغيره من نجوم ولو بصينا الأهم من النجوم على الساحة دلوقتي أستاذ عصام هتلاقي أن اللعيبة دي تلعت بسن 19 و 21 سنة وبقوا أهم من النجوم على المستوى العالم إيرلينج هالند كيليان مبابي عثمان ديمبلي لما طلع جواو فليكس البرتغالي أنسو فاتي ميسي زمان يعني كل اللعيبة دي في منتصب سبعنات القرن الماضي تمام عشان نقول بس الكرة المعصرة ولأنها برضو في السنات في الستنات كان فيه لعيبة بتلعب في أعمار صغيرة جدا كان عندنا الكلام ده كان بيطلع لعيبة طول الوقت صغيرة يلعبوا جنب نجوم كبار الشيربين يا ربنا أديله الصح كان قائد التلامزة مين هم التلامزة فرية النادي الأهل اللي بعد كده بقت هي دي كان صالح سليم رحمة الله برضو لعب مع الجيل اللي طالع بعده ما كانش بيستنوا على لعيب 23 سنة لأنه مصر الهواية كان عندها تنظيم احترافي كان عندها الفريق والرديف يقول لك أبيض وأحمر أه أهو أحمر وأبيض حسب الأساسي مسمينه إيه كان عندنا النظام الاحترافي كامل بس ما كانش فيه بيزنس كرة القد اقتصاديات كرة القد اهو الاقتصاديات لما تدخل مفروض تطلعنا لأدام ولا تخدنا الوران في الحاجات الكومي يقول انت بقى اهو الله صناعة مهضرة وأنا قلت ده مع حضرتك وبقوله في كل حتة لدرجة الناس بدأت تفكر إن أنا أمشي بقى في الآخر زي محمود وجهاد أنادي عليهم يعني ده كلام ده كلام ما أسهله عليهم أن يروا جيدا حجم الرعايات التي تبحث عن النادي الآلي بالأرقام ده هنا بقى مش حكاية إن أنا أهلاوي والتاني زي ملكاوي لأ خالص نتكلم عن اقتصاديات كرة قدم شوف الرقم يقفز لكام شوف الدوري المصري لو انتظم شوف الدوري المصري والسبل المصري وكل حاجة بالمصري الدوري المصري ترتيبه كم من وجهة نظرك على مستوى المنطقة مش هقول على مستوى قارة أفريقية يعني أنا متأكد أن احنا يعني على مستوى قارة أفريقية دوري بتاعنا أعتقد يمكن يكون من أفضل خمس دوريات لكن على مستوى المنطقة عموما هي كرة في مصر بتلاحق دايما الإسماء يعني التاريخها وحاضرها برضو بين بين فرقنا الأهل يتصدر دائما حتى لما تروح بطولات عربية في البطولات الأفريقية وأزا مالك على مقربة طبعا المنتخب برضو بيلعب ساعات كتير نائيات رغم أن احنا بنبقى حسين أن رايحين وراجعين ماشي يعني ففي النهاية في حاجات ما تقدرش تحصرها ومش هادر أقولك الدوري المصري الأول عربيا بينما هناك دوريات زي الدوري السعودي مثلا خليها نقول الحقيقة أكثر انتظام أهلي جدا نزل يا رجل مفيش هزار مفيش احتواء مفيش التواء مفيش أي حاجة حرف الواق ده معزول تماما لكن كمان مش قادر أقول أن الدوري المصري يقل عن هذا إلا بأيدينا فنحن لا نعد الملعب ولا نجيب عربيات شي للكورة ويقولك نروح بالصبر بتاعنا فين عشان نعمله كرنفال وقا كأن احنا مش مكتوب علينا يبع عندنا كرنفال وشركات تهران وطنية تشتغل فتجيب المصريين يجوا يحضروا وترجعهم بتذكرة مخفضة بتهران شرطر طب أخذ منك عنوين إيجابيات أهم إيجابيات الموسم الأخير وأهم السلبيات اللي إحنا مفترض من إحنا أو ربطة الأندية مع التحدي الكورة بالإيجابيات مفيش أي إيجابيات أنا آسف يعني قوة الدفع وعلى مسؤوليات خلينا نتفق إنه عودة الجماهيل لمدرجات في الموسم الأخير نقطة إيجابية النقل التليفزيوني أول بس والتصوير كوالتي التصوير التليفزيوني نقطة إيجابية إن إحنا في العام 20-22 الكاميرامان بس ما بقى لي يطلع بالكاميرا ما كانش عندك يا رسول الموسم اللي قبله على طول كنت بتزيق بكوالتي التمانينات وتسعينيات حتى الآن الحكام الأجانب بيوقفوا ويتصمروا قدام الفار عشان يلاقي زاوية لكن لو قلت لي يعني عايز رقم 5% 5% آه طبعا يعني المريض على أجهزة التنفس بقى يا إما بقى فريد طبي دي مهم ومستحيلة يعني أنا لسه كنت أقولك مش مستحيلة لو الفريد طبي كونسولات كده يبقى موجود على طول وعمال يتابع بالأرقام واللي بقولك عليه ده يا أخي قص النجيلة يا أخي أعمل البوابات اللي أنت بتروح تلاقيها عند أشقاءنا العرب ولنا أنا متزعلان منهم بالعكس أنا بفرح بنجحتهم على مقربة مننا والأدهش والأكثر يعني بؤس إنه بقى دي 60-50% مصريين يا أخي يا للعجب يا للعجب العجاب لكن هنا كل واحد بيشتغل شغلانتين وتلاتة تلاقيه في الرابطة وهو مع شركة وهو مع نادي وكل واحد يطلع يفسرنا تفسير هيه بأجادة عم تقول كده مش عاجز ما هتعرض مصالح إزاي يا عم؟ يا عم آته حاجة وترجموها وتطبقوها واحنا مطلوب مننا نقعد نقول للناس كلام الناس بقيت بتفهم والشباب في القلب منهم خلاص العوالم تفتحت يا جماعة مفيش مش هينفع مش هينفع يبقى نص نص مش هينفع والناس بتتكلم مع بعض بتاع محتوطة هنا كده مش بقى موبايل كمان قد كده وانت لسه بتقول له هابعت فاكس هنهرج خلاص انت محتاج النقلات دي وهدي النقلات تحتاج قرار سيادي لان دي صناعة انا بقول له حضرتك الدور المصري منتظما بتراهن عن نسخة جديدة؟ بتراهن؟ يعني عندك امل مستني حاجة؟ ولا متوقع انه وكل واحد هيلتف حول مجموعته الاعلامية علشان اي حاجة عملها يبقى واو لو خدم واحد معاه الاستاذ ولا واقف كده عشان مش عارف يارد تذكره وقد وقف احمد سمير وقرأ للرجل التذكره يا استاذ انا مش هراهن الا لما شوف هسقف وهقول وهمشي سعيد بيهم لكن يقدموننا حاجة على قد مصر يقدموننا حاجة على قد ما بيقدموا نفسهم وهو حاطة باج انه واحد من اللي بيديروا الكرة المصرية نقطتين مرتبطين ببعض هحطوهم في السؤال واحد واحد هل شايف انه غياب او ابتعاد جزء كبير من قاعدة الاندية الجماهرية على المشاركة في البطولة اثرت على مستقاها وعلى قوتها اتنين هل بتشوف انه التوزيع الجغرافي الاندية اللي بتشارك في البطولة نفسها اثرت برضو على قوتها وخليني يشوف معاك واستعرض معاك على الشاشة دلوقتي شكل التوزيع الجغرافي للاندية ونسبة الاندية الجماهرية اللي بتشارك في بطولة الدوري اهم بطولة محلية وتأثير ده اسمع وجهة نظرك بقى تأثير ده على فكرة القدرة على الاستثمار على الانتشار الجماهيري على السياحة الداخلية عندنا التوزيع الجغرافية لاندية الدوري الموسم اللي جاي ده على طول عندنا عشر اندية من القاهرة عندنا اربع اندية من اسكندرية نادي وحيد من أسوان نادي وحيد من الدلتة هو نادي المحلة ونادي أو ناديين من منطقة قناة السويس أو من منطقة القناة نادي الإسماعيل ونادي فورسعيد على أقول إيه ما أنت لسه من شوية كنت عايزنا راهن راهن على ناس مش قادرة تطلق صيحة الشراكة بين الناس اللي عايزة تشتغل بيزنس وكرة القدم والأنديات الشعبية هو نادي إيكس ده يلعب كرة ليه ما تروح يا عم تحط إشارتك على الأولمبي وتشاركه وتكسب أكتر من اللي بتكسبه دلوقتي بس هيبقى عندك زبون تبيع وتشتري معاه ما يروح الآخر الأقرب ليه خط القناة ويشوف السويس ويحط البرند بتاعه ويشارك السويس يستغل هو لغاية عشر سنين لأنهم عندهم إدارات شطرة وعملوا في أوقات سابقة ما يعني يركب يعني أدوات تنفس صناع للكرة المصرية من ملاعب من منشآت شطار ما فيش كلام بس إنت لو بره مش هتلعب مش هتلعب دوري محترفين مش هنهزر ومحدش قادر يتكلم عشان كده أملي في طانين يعني إيه اللي إنت لو بره مش هتلعب ما فيش حاجة اسمها نادي مالوش جمهور مالوش قاعدة جماهرية طب قولي هيبيعوا يشتري إيه غير المضربة على لاعب يعني أنا النهاردة لو اشتريت نادي نيو كاسل أنا عندي شركة اسمها نا نيو كاسل اسمه إيه حضرتك ما أنا بقول لحاكم ما ينفعش أقولي نادي نيو كاسل ده بقى اسمه نادي إكس اللي هو الشركة بتاعتي إكس نيو كاسل بس بقى ما ينفعش تروح تشتري نجوم العالم وتأجر ملعب وتقول ده أنا ده أحمد سمير أو الشركتك قلت اسمها إيه عشان منسا إكس واي زد مثلا إكس واي زد لا عشان أقولها صح إكس واي زد شركة إكس واي زد لصاحبة أحمد سمير وأولاد ما ينفعش تشتري نجوم العالم وتعمل لهم نادي وتقولي بفلوسي لا ممنوع كل الاستثمارات العربية صديقي لم تشتري نجوم وملعب وتعمل نادي أنت بتبتزم لأن الموضوع حساس لكن أنا لازلت في انتظار قرار سيادي وبقولك قبل ما حد يزايد علينا هيكسابه أكتر أنت بتكلم على المستثمر نفسه اللي ده يستثمر وهي موجودة في الجدول بس عشان مظلمش اسمي بعينه كلهم أنا بقول لحضرتك الجمال عموما دي لو أكثر جرأة واشتكت عن هذا الدوري إكس يا أستاذ لما أسوان تطلع تلعب ويروح فريق المنصورة مش هقول الأهل والزمالك والإسماعيل والاتحاد والبصري البقاء لا يشتغل يا عم دي ناس طيبة ما عندها السوبر ماركت ولوكندة المنظرة هتشتغل وفي ناس هتروح مش ناس بوجبة بقى ومش هنهزر احنا هنقعد نتحك على نفسنا لأمتى الموضوع محتاج جراحة وده مش تشكيك في حد اللي بيدير ده صح يقدر يدير التاني صح طيب خلينا نبعد عن جزء دي أو هقفل الجزء دي لا أنا فاهم طبعا إنها يعني واحدة من مربط الفرس زي ما بيقولوا أو جزء أساسي من إصلاح الخلل العظيم جدا اللي في المنظومة بس أنا عندي كل الاستثمارات العربية بس عشان إيه هرعنا 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 للناس أهلين العرب بيعملوا إيه تمام كلها اشترت المان سيتي باريس سان جيرمان طيب ليفر كول ولم يستطع إنه ياخد لعيبة ويقول بفلوسي صحيح ويلعب كورة لا أنا بس هقول يعني لما قلت نبعد عن ده ليه لأنه ده بعيد كل البعد عن المضمون يعني أنا راهن إنه ده مش يحصل بداية من الموسم اللي جاي مش اللي جاي لكن أنا بقولك إنه دي واحدة من أهم علامات نتفق معي إن كورة القدم تعود عارف ليه لأنه النادي ده هيجيله كام عشر تلاف واحد في الاختبارات تمام بينما لو هو نادي التخوم المحافظة وتخومها هيجيله مش أقل من نصف مليون صحيح لكن أنا بقولك ده بعيد عن المضمون أنا عايزة أراهن معك على المأمول هل في حاجة مأمولة نشوفها هل في خطوة صغيرة حتى نقدر نخدها في موسم اللي جاي نقول لهم عليها خلينا بس نقول لهم عليها ولا أنت مستنيها اللي لا مستني أسمع رأيك فيها بس هتسمحني أروح لفاصل ورد أسمع رأيك بعد الفاصل مباشرة ready is coming أو الأحمر في السكة والأهلي بإذن الله على الطريق ده لقطات طبعا من كتل أهلي الجديدة أو لبس الأهلي الجديد في الموسم اللي جاي كل التعفيل لأبطالنا وقبل الفاصل كنت أتكلم طبعا يمكن أستاذ عصام شلتوت ضيفي في السادسة النهاردة أتكلم في نقطة في غاية الأهمية في غاية الخطورة وتأثيرها لو تمت هيكون عظيم جدا جدا على مستوى الكورة وعلى قوة المنافسة وعلى قيمة البطولة كل ده مرتبط بفكرة ضبط ملف الاستثمار فيما يتعلق ب نشاط وصناعة كورة القدم لكن ده المضمون لكن خلينا نتكلم في المأمول اللي ممكن نشوفه السنة اللي جاية دي يساهم بشكل كبير جدا في ضبط المنظومة في قوة المنافسة في قيمة المسابقة خلينا نرجع مرة تانية نرحب ضيفي أستاذ عصام شلتوت مرة تانية برحب بيك أستاذ عصام إيه اللي مستني خلينا نتفق على أنه اللي احنا بنقوله ده حلم بعيد المناز ألا طبعا عشان كده قلتلك فيه طانين صوت لقرار سيادي لأن الحاجات دي نقلة قرار سيادي لأنها تزعى للناس كتير قوي هم مش فهمين زي ما قلتلك أنهم يكسبوا أكتر وينتشروا أكتر بس هيبقى فيه في الشارع المصري رياضة بهجة وصناعة أمن قوم اسمها كرة القدر صحيح وبالتالي نخلي ده يعني على ونقول لكن أنت عاوز مني إيه اللي هشوفه أنا ما عنديش أي توقع لكن لو سألتني يعني ملف التحكيم يعني لا لو سألتني أنا اللي فهمته أن أنت عايز تقولي هل أنا أأمل في موسم أفضل لا أنا أقولك مش هأمل لكن لو قلتلي قلهم حاجة قلهم عشان زي ما قلتلك أسقف لهم وأفرح بيهم وأشجعهم وكل حاجة حلو أنا وكل من أعرف لو أعدي على مصر بيت بيت أن يكون لدينا تحكيم زي كل العالم تحكيم عارفين المحاضرين الدوليين بيجوا إمتى وبيمشوا إمتى فار في أحدث يعني فيرجن أو نسخة لأنه اللي موجودة النسخة دي ما هياش الأحدث دي كانت اللي للتدريب والشركة لذالها متبقيات عشان تجيب النسخة الأحدث نسخة الفار اللي احنا اشتغلنا بيها الموسم اللي فات ده طبعا مش النسخة النهائية أو مش النسخة البروفيشنل طبعا وعلى مسؤولية العبد اللي لها الماثل أمامكم تمام وبالتالي ما اللي خل الرجل يمسك السلك بإيده ما الرجل الخواجة أو في بلادنا العربية الأخرى إن شاء الله نبقى زيهم لأنه ده ده طبيعي في مصر حد هو اللي بيحوش مش مصر ما عندهاش الإمكانية بيقف ثانية يا راجل وهمشي أنت الراجل بيشرب شاي ناك عن كبنت الفار وبالتالي إذا حدث ده والأهم جدول مش نعمل القرع من الحد في فندق شيك وعشاء عظيم أو غذاء عظيم وفي الأخر يقول لك هديك أربع خمس متشاط السلة فيهم كده بيه عم بس حاجة خارجة عن إرادتهم برضو ومرتبطة شوية بالمنافسات في البطولات الأفريقية اللي مش معروف ده يتعاولي تحد الأفريقي ما بيعلنش فبالتالي طب يقولوا لنا اسم المسابقات بس عشان أنا ما بقاش بقى أهدر وقت الناس والبرنامج يقولوا لنا اسم المسابقة اللي ملهاش تواريخ عشان نقتنع إن ما أعلموا إن تشامز ليج محدد للأندية أمم أفريقيا متوزعة دي أمارها على البلاد اللي خدتها خلاص مش هيفرق معك نوفمبر ولا تطرح اليناير كل ده ماله بالجدول وقت الله يا عين الله يقولوا لنا بقى مسابقة عققهم عشان حتى نقتنع مش هم عايزنا نقول كل كلامهم حلو تمام ده على مستوى إيه الأجندة تمام وإعلان جدول حديدي للدوري وأنا هبقى سعيد قوي لو المغادر البلد يروح في أربع تيام ويرجع يلعب اللي جوه البلد تلت تيام والليوم الرابع يلعب ليه لأنه ده الاستثمار يا صديقي إن انت لو مش هتقدر تروح التشامز الأفريقي ما تروحش ما عندكش راعي يجب لك تقارئة خاصة ياخدك على كدفه ويجري ما تروحش وما تقوليش مهمة وطنية المهمة الوطنية أولاد الحلالة المنتخبات دي فريق من مصر بيسعد شوارع بيضاء حمراء صفراء خضراء ماشي لكن ما تربطش الحكاية كده الموضوع مش كده خالص ومثل كرة مصرية برضو يا أستاذ أصاب يلقى الدعم ما بيضافش للرنك بتاعنا ليه إحنا ليه كل عاجة قطاع عام انتهم مصر من أواخر السبعينات يعني يعني يلقى الدعم دعم 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 حضرتك مصر نمبر تن نمبر تن نمبر مية ما انت برضو في يوم الأيام لما تيجي يعني لما الأمور ينصلح حالها زي ما بيقولوا وتيجي تسوق لبطولة بيشارك فيها فريق عنده لقب دوري أبطال عشر مرات وفريق عنده لقب دوري أبطال خمس مرات بطولة لا تسوق في النهاية لما بيشارك فيها لما بيشارك فيها خمس ستة أندية لا انت راجل أحدث من كده وراجل يعني معترف من العلم خلينا ننتح وجهات نظر ما بيش وجهات نظر زي كده ما بيش بطولة في العالم بتسوق عشان لفربول خد البطولة لا الدور الانجليزي هيقل الفرق حصول ايه المشكلة بقى خاصة أنها بتبقى بأيدي أجنبية يعني الراجل من غانا وبياخد تشامبز ليج مع الأهلي وبيلف في عالم غانا ما قلنا لهش ليه يا خاين ما شالش ليه عالم مصر ما احنا مش عايزين نقول للناس كلام إنشاء هم يعني بتوقف كورة زي بالضبط اللي قلته لحضرتك في ضبط الاستثمار ليه عشان ما يقولوش عمل أنداتك تما يتحديد أسعار اللعبين لا يا صديقي لو بقى فيه بيزنس اس بيزنس في الكورة سعر اللعبة يتحدد هنا بقى عنده زبون اشترتي شرطات ولا لا ترى بعض الألعاب والسوفونير عشان ما سعليش فكرنا بنتكلم أجنبي اللي هي الهدايا اللي بتتبعه شمسية وعصاية لكن أقول لي بالله عليك انت لا حد يجاب لك تذاكر الفرق دي مش هتروح المطش عنه فهو ده ضبط الأسعار مش قولك فالأندية تتحد قالها ترفع الأسعار حد سأل أحمد سمير أما جفر إيه الأهلي ولا هسأل برضو تاني دخل فلوس هو وجوده زود البس زود المبيعات التشيرتات زود تذاكر الدخول حد بيسأل ولا حد بيسأل لكن تعال بقى لما يبقى نادي بيحاول يعمل استثمارات لازم الفشل يرفع يده ومكسره عشان النموذج النجاح ده موذج مقلق لأنه بيعمل ايه بيستثمر صح بس لا لأنه بيحسس الناس بفشلها أو بيحسس الناس بحجزها لا خلينا نقول بيستثمر صح بيستثمر صح وبالتالي هي دي الحكاية لا مديون ولا عليك رود ولا أنا أسف برضو كلمتك طلب الدعم لا فيش دعم خلاص دعم يذهب إلى رغيف الخبز بجد بقى لكن انت عايز تديني فريق كورة ومعرفش استثمره ده الكابتن فش في أي منطقه شعباها بياخد العال يلعب بيهم في الشرق التاني يكسب 30 جنيه ما بيطلبش بقى من المعلم صعب القاوة وعم حسن البقال يدوله حاجات ببلاش لليال مش صحيح يا كابتن الإدارة مهترق عليها في مصر ألاعب الكرة حين يريد أن يذهب إلى حيث عاش عمره بعد ما يخرج معتزلا بيقعد له سنتين ثلاثة في كورسيس عشان يرجع مدرب الإدارة تفيق عليه انت على طول بقى روح بقى وانت أقدري بقى روح بقى وانت في اتحاد الكرة وإيه حكاية لعبة دي ما هي لازم تخلص لعبة دي احنا عايزين واحد أدارة ومش أدارة عشان جاي من إدارة نادي ما كلنا في الهم إدارة لك أنا عايزه يبقى حامل ثلاثة أربع شهادات على خمس ست ماجسترات عشان لما يقولوله انت بعشرة جنيه يقول لهم نو أنا بعشرة مليون جنيه عشان هكسبكم مليار جنيه انت طموح لا أنا على قد حلم مصر أنا والله أنا على قد حلم مصر في منظومة وتعمل منظومة جنيه ما تدهمش فرصة برضو يقولوا ده الناس دي بتعناسفوا بتاع مش صحيح أنا عايزهم يتقوا الله ويشتغلوا في الكرة زي ما بيشتغلوا الصلاح يا عم أنا معترف بالشلل وأنا جي لي كان ملتف حواليد شلة بس اسمعلي بلا أسماء عشان تصل لسدة الحكم دلوقتي في شلة بتوزع كل حاجة يا عم خدوها وقاتوا برضو إعلاميكم وكذا لكن لا تفسدوها ما تأكلوش وتشربو على شاطئ أي نهر والله العظيم يعمل للبلد دي اقتصاديات غير عادية مية وخمسين ألف فرصة عمل اللي خرجين كليات التربية الرياضية اللي هو يبقى أمن الملعب اللي بيبصوا للجمهور ده ويشوف بقى اللي هيشتغلوا في واللي هيشيل عن عاهل الناس اللي بايته في الشوارع شرطتنا وجيشنا هتشيل عن عاهلهم كل ده لأنك هتضرب الناس بمناسبة كلامك ده انت فكرتني بفقرة كنا عملناها في السادسة عن الدوري الإنجليزي وإنه اقتصاديات الدوري الإنجليزي دخلت سبعة مليار دولار سبعة مليار استرليني وقتاحت مية خمسة وتسعين ألف فرصة عمل أكلم الأرقام دي في سيزين واحد مية خمسة وتسعين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يفنم احنا قدمنا مشروع أنا وزملاء يعني في شعب الاقتصاد وأشياء أخرى لدولة رئيس الوزراء الأسبق دكتور شريف سماعين المونت شريف سماعين ربنا يديله الصحة يا رب هذا اللي هو النسخة دي ولا ألفنا ولا أبداعنا واكتشفنا أنه ينفع تتعامل في الصومال وفي البرازيل وفي الدوري الإنجليزي طالما النواية امتلكتها ولن نرفع أي اسم من دول يا عام عشان ما يخافوش لكن واحد بيشتغل ثلاث حاجات وبتتعرض عمله في إدارة الكورة ما هعملوا في الشركة بسيولك إيه أصلي دي شركة النادي مش النادي هجيلك تاني هجيلك تاني في نفس الملف ده بس من زاوية تانية من زاوية الإعلام ودوره في حاجة زكاية بتاني الإعلام الشريك رئيسي في صناعة أي نهضة أو أي تطور في أي مجاهد وإحنا عندنا حاجات كثيرة جدا مرتبطة بالرياضة عموما وبكورة القدم خصوصا محتاجة تطوير مرتبطة بوعي مرتبطة بأسلوب إدارة مرتبطة بثقافة مرتبطة بحاجات كثيرة جدا بس خلينا نروح لأول للموسم اللي جاي برضو الجمهور يصنع الفرق وإزاي بتشوف تجربة الحضور الجماهيري في الموسم اللي فات ونظرتك أو أملك أو طموحك في الموسم اللي جاي ما هدي برضو حاجة من الحاجات الغريبة ما حدش بيطلع يقول ليه نادي بيخشله خمسة ونادي بيخشله ثلاثة ويسيب كولع مع أن الكاميرات جايباك وفأساك مع أن الناس رد في علاقة وجاي أنه ده بيقف عشان يدخل ناس وإنت كنادي أهلي ما بتقفشي أو أي نادي آخر ما بتقفشي تضغط عشان تدخل ناس إيه الإبداع في اللي إمتى بتعمله ده ومش مستني يبقى فيه سخونة في الأجواء أدي حاجة الحاجة الثانية هو ليه خمس تلاف ويتقسموا اتنين ليه مش عشرين ألف يتقسموا اتنين عشان حضراتهم ما بيقدروش يقدموا مشروع متكامل لمؤسسات الدولة طب خلينا أسأل على الجمهور الأول قبل ما أتكلم على صاحب القرار الجمهور أولا نجح في التجربة بصرف نظر على الألوان الجمهور مش هينجح في التجربة إلا لو أعمل القانون يعني أعمل القانون يعني ما طلعش الرئيس نادي يقول أنا رحت الاسم أجيبهم بس بشرط يكونوا الصورة شايفها بقية أصحابه أو أهله أو عشرته وهو ده فين أدوات الرقابة في الملاعب يعني مرايب قوي كنا أعتقد في برنامج يعني في قناة أخرى وجبت لهم واقعة إن فيه متفرج إنجليزي اتوقف ثلاث ماتشات زي اللاعيبة ودفع ربعمائة سترلين كاميرا جايباء بيشتم فين الأدوات دي انت راح بقى تقول الأمن يا دخل الناس كده فالأمن بقى يبقى في مواجهة إنه أي شتيمة يروح لها من 100 ناس كاميرات فاحصة أستاذ أحمد ما بتسيبش حاجة النعب العامة محامي الشعب عشان تنقذ واجه مصر قدام الفيفا سمتها اشتراطات النعب العامة إنه يفترض إنها اشتراطات الفيفا لاعتماد الملاعب فمش كل شوية بقى صادق كل في الكاف والفيفا يعدلنا الملاعب وخلاص ونيجي نصطدم بعد ما قلت لنا عندنا 22 ملعب إن المعتمد منها سبعة بينما عند أشقاء أقل مننا قدرة وده ما يزعلهمش في حاجة المعلومة دي تاني من 20 ملعب عندنا المعتمد منها سبعة رسميا سبعة ملاعب بس ها كل المليا 20 ملعب وصرافنا ها المعتمد عشان المعتمد ده ما ممكن يقع منه الكاميرات أنا مش بقول إنها ضايعة يعني لكن صادقنا اللذي في الكاف والفيفا اللي بيجيب الناس وعايز يوري مصر بكرة تشوف يا ناكر خيري زمني من زمن غيري لازم يدفعنا تمن إن الناس علانة منه وبالتالي تفاجأ بده بينما في الشقيقة الجزائر 10 ملعب في المغرب 14 ملعب ليه عم معتمد طبعا ليه عمنا هنمش أقل من حد ليه هنمش أقل من حد بس واللي عندنا بمنادنا وليه الأرقام كانت 20 ولا حد سأل يا أستاذ تقولتلنا يعني فيه من فلوس الكرة مش أقول فلوس ومصري ما بحبش ألعب على المساحة دي دي معلومة طبعا معلومة حضرتك راجع الرنك وماشاء الله فرق العمل هنا ما شاء الله وبينهم يعني أولادنا كتير بيشتعلوا مع هيئات قرية ودولية مؤدين ورأسات تحريق يجاب لك الأرقام وهات الرقم الذي أعلن قبل عشرين تسعة عشر ويشوف الرقم اللي الكاف والفيفا أعلنوا طيب أتنين لملف تاني هو الإعلام الحقيقة الإعلام هنا ليه أكتر من دور يهمني أسمع رأيك فيه واحد الأول خلينا نتكلم على حجم التأثير يعني عشان يكون لك دور لازم تبقى مؤثر لازم تبقى مسموع أو متشاف أو مقروق بالشكل اللي يسمح لك بأنك تكون مؤثر تمام في تغطياتنا لمعظم أخبار الرياضة العالمية هنا في السادسة يعني بتابع السادسة بلاي أنه المركة أس لكيب كوريالي دي لسبورت سان البريطانية يعني الصحفة الرياضية أو الصحفة الرياضية الكبيرة عم الساعة ما زالت موجودة وما زالت مؤسرة وما زالت قادرة تقوم بالدور بتاعها رغم كل المتغينات اللي حصلت على وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة طبعا هل بتشوف أنه وسائل الإعلام عندنا في مصر هنا قادرة تقوم بنفس الدور قادرة تحفظ على نفس المساحة لا طبعا ما قادرش أقولك ده لكن في بص ما هي جماعات الضغط زي ما قلت لك الشلة التي عايزة يعني تكون هي الأسرة زي الفراعنة كده الأسرة السبعتاشر لحكم مصر هم وهم برضو جايبين استفاد بتاعتهم فعندهم بقى حاجات ما يقولهاش وحاجات يقولوها ازاي يصدروا للشارع المصري قرارات عايزين يصدروها مع أن ألف بقى وأنا بقول للزملاء وبقول لهم كنا في جيلنا بنبقى حوالي الناس أذكر منهم من اللي هو حرب الدهشوري حي يرزق ربنا يديله الصحة كابت سمير زاير لكن ما كناش عشان نرضى بالتخريب أقسم لهم على إيه عشان يصدقه وكنا بنعرضه وقت ما القرار يبقى مش زايمة قيل لنا أن أنا بعمل ده عشان مصر نفضلت مع كابت سمير زاير ده الله يرحمه عشان مش كابتن جوهري بقى عاز من نجوم كرة هم أولاده لأنه كان عاز يعمل مشروع دوري 23 سنة وكل حاجات الحديثة والراجل ما قالش مقلفها وكان يمديله الله يرحم كابت سمير الله يرحم كابتن جوهري 213 ورقة بقيت كل شوية في المقالة أقول له يا كابتن سمير افرج عن 213 ورقة يا كابتن سمير لغاية كان كابتن جوهري عاملهم ومسلمهم والغاية لما مميش من الاتحاد الكرة اللي إيه مشونة 213 الله أرحمه مهم أن الناس دي بكل الحاجات اللي كان فيها يعني مساندات لناس وبيحب عصام يشغاله لكن ما كانش بشغل عصام وفاشل خالص ويسيب أحمد سمير الناجح جدا يا أخي المقاييس اختلفت حتى في المحبات مش عايزة أسميها غير كده ما ينفعش مع أن كل ده متاح يعني وانت فاكر إنفنتينو ده مش مشغل في اللجنة الأهربية لا طبعا أكيد ناس صحاب صحابه يعني نانهرج وبلاتر من قبل منه وبلاتني من قبل منه يعني أنا بقى مش في المدينة الفاضلة لكن عايزين نكون من أفضل المدن صحيح صحيح وبره بس عشان مسؤولية إن أنا في قناة وقناة في أوايا كمان لو في قناة عم كنت قلت قلت لهم بالأسماء يا فلان يا فلان يا شلت كذا يا عم يلا فلنهبكم الحكم أنت وردوا استنيتوا كتير ودخلتوا صغارا مع كبار طيب خلينا أخشوا بقى في الموضوع فهم عشان تبقى بس مكتملة هم أصلا بياخدوا في إيديهم شباب الإعلامي اللي هو بقى ملاحظ إن كلمته ومش هتأثر وهم طلوقتي يزنوا عليها هتبقى معنا هتروح واتروح واتروح مش هتبقى معنا روح أخوة يعمل فيها يا جفار وش كده طيب ده معناه إنه الدور اللي بيقوم بيبقى الإعلام يعني في أضايا منقوص جدا منقوص جدا طبعا مش بس في فكرة التطوير وفكرة أحداث تغيير وفكرة نحن ببسطين على قدام وحطين أحداث فكرة الرقابة من أز الشغلانة بتاعتنا إنه الخدمة في بلاط صاحبة الجلالة أنك تشكل جزء من وجدان الأمة يا شباب الكلام كبير وهتشتغلوا وتكسبوا كتير لكن ما أنت جاي تبدأ بدول يعني اللي هي فكرة هي جات علينا هل تراجع ده سب مساحة أكتر أو قدرة أكبر للتأثير من فكرة السوشيال ميديا العالم الافتراضي ده اللي إحنا مش عارفين مين بيكلمنا مش عارفين هدفه إيه مش عارفين مصادره إيه طبعاً وإحنا بننطقي لكن ده بالعكس ده السوشيال ميديا الوقتي بيت بتحرج الناس دي ليه؟ لأنها بيت بتكشف حاجات أصلا هو مش هيسيطر على الكل أصلا أنت طالما دخلت فكرة المحسوبية مش هتعمل محسوبية في المبنى كل فأكيد في عد ما دخلش إيه معهوش كرنين محسوبية هيقوم لأبك على طول فجأت السوشيال ميديا سبحانك يا رب يهبوا من يشاء سوشيال فبرضو بتجيب حاجات ما بناخدش بالنا منها لما تيجي من الأخ اللي ما خدش كرنين أو هو الراجل ممكن يكون الحقيقة مش عايز محسوبية هو عايز منطق وأنا بقول منطق مش بقول مثالية عشان نسيب المساحة بتاعة العشر 15 لكن مش 95% لا لا كتير قوي بس منتهى الخطورة منتهى الخطورة إنك أنت تسيب المساحة دي للسوشيال ميديا في النهاية برضو أبعا بقولك إن في حتة صغيرة منها كاشفة يعني وكأن دي الحتة المعزبة متفق معاك زي ما أنت يبقى فيه يبقى فيه ديناصور بس معاك طوبة فدايقته لكن في النهاية لا في النهاية مصيبة طب ما يفعش تسيب المساحة دي كل لك وإدارات الأمنية بتردخ يا أستاذ حتى ما بيقول لهم شي تعالوا اضربكوا حتى ما بيستبدلش المشروع ده بمشروع أولاد النادي إيه أو إيكس أو زي أنت شخصيا بعيدة بقى عن اللي حصل في السياحة أنتوا شخصيا لما تكلموا أهل الصحافة لتكلموا في حلول لتكلموا في رؤية طرح كل واحد بيقول عشان ننقل أو نغير الوضع القائم ده الوضع أفضل بتكلموا في إيه لو تكلمت زي ما بتكلم معاك كده مش هروح هتت أنت بقى لك قد إيه تعرفني كتير يا أستاذ عصال نحن عاشرة عمره طويلة ما قامت تلفزيون قل لي فيه كم كان أنا ما بروحهاش أنا مش شهيد وعايش وفل قل لي فيه كم كان أنا ما بروحهاش ويتصنف بني أدم دمك تقيه لأنه مش هلاقي لك أي حاجة تاني مش هقدر يقول أنت ضد مصر ولا بتحبش مصر وهو بس اللي بيحب مصر يعني مصر هي أمك مصر أمكو بتقول لكو حلو يعني سفروا واشتغلوا في حيثة تانية هتقول لها حاجات يعني مش لازم تفضلوا قاعدين حواليها مصر حلوة هتقدر تلك أروح لكورة بقى نفسها أنا أقولت لك معاك طبعا عشان يبقى كلام نايف ومظلمش فيه الشباب إذا بعد العمر ده الوعد يصنف مواطن دا متقيل يا أخي ومن أشخاص يا لأ أسا معلومة ومسؤولة لا ما يهمنيش بالعكس لا ما يهمنيش لأنه ده ليست القعدة وليست الصحية ولا صح في الآخر إلا الصحية سبحان الله روح معاك لكورة شوية يلا بينا عندنا لأول مرة ما شاء الله يعني بندل مدربين أو مديرين فنين أجانب ما تهيليش حصلت في مصر من سنين طويلة تمام على مستوى المنتخبات بورتغالي برازيلي فيتوريا وميكالي متخب أول متخب والإنبي مستوى الأندية السنة دي فيه سبع أندية من الأندية اللي بتشارك في الدولة الممتازة عندها مديرين فنين أجانب بعضهم مش أول موسم بعضهم بيظهر لأول مرة عندنا كولر مع الأهلي فريرا مع الزمالك نونو عالميدا بورتغالي أيضا مع فاركو عندنا جاريدو مدير فني أهلي السابق إسباني موجود مع الإسماعيلي عندنا تاكيز يونياس مع بيرميدز يوناني عندنا بابا فزيليو يوناني أيضا أعتقد أبروسي يوناني عندنا بعد كده زوران فيتش التحديد سكنداري هل شايف أنه الخبرات دي أو المدارس الكراوية دي أو مدير الفنين الأجانب بفكرهم وشخصيتهم قادرين يقدمونا كرة مختلفة في السنة دي في الدولة الممتازة؟ إذا الإدارات عايزهم يقدموا لكن إذا الراجل اللي مشغل معاه مدير كرة ولا مدير قطاع ولا مش عارف إيه عايز يلمه ويروح مش هيشغله اليوم الكامل الراجل هيروح لسهاجة برضو بيقفم عن البناء آدم طالما صاحب الشغل مش عايز أنا أوجع قلبي ليه هي تمرينة وتأسيمة وعيب زرجود وكل حاجة لكن خلي الإدارات الأول تطبق ما هو استفادة من الخواجة وانت جايبوا ليه دي حاجة الحاجة التانية أنت جبت فيتوريا وجبت ميكالي والاثنين ليوم سيفي حد يخد باله أن الراجل اللي ماسك اللي هو اللي يفترض الأمل الأولمبي روجيرو ميكال نتكلم عن إزاي دول ما بيلعبوش ممتاز ممكن يكونوا سيمة يا رب أكون أنا غلطان عندهم مطلسين مهمين جدا مع إسواتيني يا رب أكون أنا غلطان ويكونوا هيعودوا بقى مع الإدارات ويعملوا جزء فني مفروض يبقى فيه خبير فني للاتحاد عشان يقعد بقى مع إدارات الأندية ومدربين أقول لهم لذات 19 سنة الوقت ما لعبش ما ينفعش يعني ما ينفعش ما لعبش بريق أول حانسا بنتكلم على مبابي وعلى حضرتك أنا بقى استكملك طيب جبت فيتوريا شفت العقد بتاع هلندي فيه إيه الساعة كام يروح فين ويفضل إيه حد قال لي فيتوريا ده لما ما فيش لعب ليك أجازة زي كل خلق الله الأربع جمع بإسبوع يوم يومين يا عم زي بلادهم بتمن تيام في الشهر غيرهم ملكش والباقي يبقى تجميع ومحاضرات للمحليين بقى لاش تمرين لأن ممكن الدور يبقى شغال يروح زيارات ويروح ملاعب ويروح مش عارف فين ويجي منين أنا ساعدت جدا أنه أقلل الحج عامر لابد ولابد ولابد من رش الملعب وحتى بيقولوا هتنزل مع لائحة المسابقات قبل المباراة وبأينا شوطان المباراة طب ده ليه سفر أجازة بدن ما فيش متوش أو الجزء اللي قبل معسكرات المتوش عم ما ينفعش ما ينفعش يعني أنت محتاج إدارة برضو هنلف نلف وأقول لك عايزين حقاً إدارة مش دي بالذات ما أنا قلتلك على الأندية كمان عايزين حقاً إدارة اللي بيدير يشتغل على ده طيب أروح للمركاتو يلا بيدا إزاي بتشوف المركاتو السندي هل بتشوف اللي حصل أو اللي تم من مغالاة بتشوفه مغالاة أولاً ولا لأ طبعاً لأن ما فيش قادة بتشوف تعامل إدارة الأهلي إزاي مع الطلبات أو مع يعني السلوب التفاوض في قيمة الصفقات سواء بأرقام أو بمبادة لعبين في جزء مهم في النادي الأهلي مبدئياً ألا وهو أنه بدأ يقرر أنه لو صمموا أن أحمد سمير بجنيه مش عايزه أنا قلت سبعين قرش وبالدليل أنه بعد ما بيمشي الأهلي لو حد حتى غيره أنا استهيت أسمع جوه هنا بالدولار مثلاً أنا استهيت أسمع صفقة محلية تتم بالنادي مصري ونادي مصري بالدولار وسمعت عن صفقات بتم بعشرات الملايين ومعها أربع خمس لعيد هل إحنا عندنا في مصف الكواليتي دي أساني منك وشفت هاته ما هو ده اللي بقولهولك مش بس الكواليتي هو حد عارف ما قلتلك بقى ما هو أنت لازم يبقى عندك سلعة بتبيعها غير المضاربة على اللعيبة خلي بالك ما أكشف يعني أن إزاي بقى السوشيال وعبر أصدقاء ووسطاء بتوصل لرقم في أرقام كتيرة مش هي اللي بتذكر والدليل إن فيه عقود كتيرة نجحنا بحاول الله في إخفاءة الجواب الفلاني والجواب العلاني هل ده منطق عشان كده النادي الأهلي راح سوق جديدة لكن النادي الأهلي محتاج برضه مع النقلة دي تسريع الإجراءات شوية الصفقات هكذا تنتهي عارف العربين ما يقولك وش في وش ونخلص ليه لأنه الأهلي بص اللي مش قادري نفس الأهلي بيخلق له مطبات صناعية يعني بدلا ما يجري جنبك في السبق ويزبقك لا عايز يخلى عد يزقك يشنكي لك اتنين لعبين مصريين رغم كل أرقام والطلبات اللي احنا سمعناها الخرافية دي لكن الموسم المنقضي ده ما أصفرش غير عن الاتنين لعبين بس تلعوا برا مصر احترفوا في الخارج طريق حامد وأحمد رفعت ده منطقي بالنسبة لك تربطوا بالأسعار تربطوا بالأسعار لا طبعا إدارة في حاجات كتيرة ما كانش مصدق إن هي غلط وبدأ ياخد كارتة أحمر بدأ كذا لكن في مؤشر جيد إنه هو ما بيعملش بقى زي هنا لأنه هو مش مستصغر الحكام لأنه هنا بيسمع عنهم حاجات غريبة يعنيه مستصغر الحكام بيسمع عنهم حاجات غريبة ومريبة كابتن وبيتقال له ما يمكشي ودوس وبيدوس وما بيحصلش حاجة هو أو غيره بس عشانين تقولت اسمه طالح تمام لكن ده ما يعدش خروج للاحتراف خروج في الاحتراف يا صديقي لما تقول للاعيبة ده يعني المتين دولتا كمان مش محترفين لا محترفين بس محترفين في بلاد جنبينا يا فندم أنا كنت بقول أول الحلقة إنه حتى مش بكلم على أوروبا يعني أنا حلمي طبعا ناسو في 20-30 لعيب مصري بيلعبوا في أوروبا بيلعبوا في بلجيكا في هولندا في ألمانيا في إيطاليا في أي حتة ده حلم سهل لكن ده يعني إذا كنت فندم مش قادة تنافس المغرب العربي يعني يابده حلم سهل جدا بس ما في الأندية تبطل لما ييجي لأحمد سمير اللي عنده 19 سنة عرض بـ 100 ألف دولار إيس بين عدد اللعبين قل عايز مليون دولار إيس بين عدد اللعبين المصريين المحترفين في الدولات الخليجية وعدد اللعبين التوانسة وعدد اللعبين الجزائريين وعدد اللعبين المغرب ما ده عنوان يا أحمد من غير ماتن ما هو برضو لعبت المغرب دي مش كلها راحت أكاديمي ومش عارف إيه عيني وحلم الأسرة من الوقت ياخد شهادة عالية وإيها لعالية ولا حاجة ولا بيعرف يرأ ولا يكتب وقابل أهلينا في الشمال العربي الأفريقي نتكلم بصراحة بيتكلم لغتين وهو رحل من صغره وبعد ما بيبعان 18 سنة بقوم بقول له اشتغل يا ابني وأكلنا أو على أهل أكل نفسك لكن أنت هنا على بال ما ولدك يجبره لازم يجيلك سكر أو ضغط أو لتنين عشان عايز شقة وكمان حلموا إنه لو جبت له شغلانة تجاب له عربية تجاب له عربية وقبالك الناس كلها بتعيش عشان تعايش دول لكن أنت لما تسمع هنا إن اللعيب عندها 19 سنة حتى لو راح الدور السعودي والإماراتي أنا بقول لبقى السيد وزير الشباب والرياضة فلتعلن عن إنك هتدفع لكل واحد يطلع لاعب بمئة ألف دولار ادينه مليون جنيه حافظ تصدير صحيح بشكرك شكرا حبيبك ونستمتع بيك ومنشبعش من كلامك أبدأ نفسي العصام أتمنى أن يكون استمتاع أتمنى على الأقل الحقيقة يمكن فيه خطوات بسيطة يعني عشان ما نصعبش الدنيا عن نفسنا خالص نراهن إنه الموسم اللي جاي يبقى منضبط أعتقد أنه تحكيم الموسم أحدش قال كده برضو أنه زي ما قلت كان فيه خطوات إي لحد ما اتخذت في الموسم اللي جاي رهان على ربطة الأندية ودورها اللي ما عنديه شكل أن هم عندهم رغبة أن هم يكونوا أصحاب بصمة وأن هم يتوروا المسابقة اللي بشوف كمسابقة القصة مش قصة أندية خورس قصة قصة مسابقة تستحق أنها تكون في مكان أفضل بكتير جدا من المكان اللي هي وقفة فيه أشكر حضراتكم مع المتابعة وبكر على كل خيط دايما نتقابل في السادسة على شرشة الآن